كل يوم بنوعاتكم نحن بنكون معاكم لحظة بلحظة وخطوة بخطوة في مهرجان العالمين وبننقل فعاليات اللي بتحصل على الأرض سواء رياضية ثقافية فنية غنائية كل اللي بيحصل من الفعاليات في مهرجان العالمين ونسب الحضور للمهرجان ومدينة العالمين والخدمات المقدمة بداخله من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلونا نروح دلوقتي لكريم بيبرز مباشرة من مدينة العالمين ونتعرف منه على أبرز ما تم في المهرجان واللي لسه هيحصل في الأيام اللي جاية صباح الخير يا كريم صباح الخير يا هيبة صباح الخير يا مصطفى صباح الخير على جميع مشاهدي صباح الخير يا مصر فعلا فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في نسخته التانية مميزة ومختلفة طبعا هي متنوعة ما اختلفتش كتير عن مهرجان العالمين الجديدة في نسخة الأولى لكن دايماً احنا بندور على ايه المميز ايه الجديد اللي بنقدر دايماً نقدمه سواء في المهرجان أو في مدينة العالمين الجديدة بشكل عام طبيعي جداً ان احنا حضرنا الفعاليات الرياضية فعاليات ثقافية فعاليات ترفيهية ويمكن من اهم كمان الحاجات اللي موجودة هنا انه فكرة دمج الرياضة بفكرة روح الساحل الناس بتعود دايماً انه الساحل الشمالي بنيجي فترة موسمية بنيجي فترة الصيف بننزل البحر نقعد اسبوع مثلاً او حاجة ونرجع تاني لكن التوجه الفترة اللي فاتت ان مصر بتأمل انه مدينة العالمين الجديدة تصبح مدينة مستدامة مستدامة بمعنى ان هي قابلة ان الناس تقدر تيجي وتعيش فيها طول الوقت تقدر تيجي وتعيش فيها من تعليم من صحة من رياضة توفير الوسائل كلها بشكل عام مهرجان العالمين الجديدة بدأ البزرة زي ما بيقولوا حط البزرة واللي فاضل ان احنا نسقيها اكيد اتكلمنا كتير على فكرة البنية التحتية تغيير البنية التحتية تطور البنية التحتية تحول مدينة العالمين الجديدة من مدينة العشرين مليون لغم لمدينة ساحلية سياحية ولكن سياحية عالمية يعني احنا اتكلمنا مع ناس كتير جداً مصريين وغير مصريين طب خلينا نتكلم بقى عن تفاصيل المهرجان اكتر واكيد هيبقى خير مين يتكلم معنا هما المتحدثين الرسميين بالمهرجان ويعني صادقنا والعزيز على قلبي جدا يعني كابتن إبراهيم عبد الجواب هيما صباح الفل وعايز أسمع منك كده أنت شايف المهرجان إزاي وشايف العالمين عامل إيدراتي كريم بصبح عليك بصبح على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر وعلى زمالنا هيب حسين ومصطفى كفافي العالمين حاجة في منتهى الجمال يعني حاجة تخلي أي واحد فينا فخور بأن المكان ده موجود على الأرض مصر المكان يبين لك قد إيه مصر في مكانة مختلفة ورايحة لتوجه مختلف ورايحة لجمهورية جديدة بسمات وشكل مختلف تماما عن سنين وعهود سابقة في نقطة بس أنت كلمت فيها مهمة جدا بالنسبة لي إحنا 60% من شعبنا شباب أقل من 29 سنة حوالي 36% أقل من 18 سنة مع الظروف الاقتصادية اللي حصلت الفترة اللي فاتت مع موضوع العملة مع الكلام ده كله بقى في توجه من الشباب المصري مختلف أول حاجة هتلاقي قطاع كبير جدا من الجان زي ومن التين إيجرز بقوا بيلبسوا وبيستهلكوا منتجات مصرية هتلاقي أنه حتى الأجيال الأجبر سنة بقوا برضو نفس القصة بيستهلكوا وبيستخدموا منتجات مصرية ده ليه بعدين؟ ليه بعد؟ أنه أنت بتشجع صناعة بلدك بتوفر عملة صعبة بتوفر فرص عمل وبتقضي على بطالة بتغير التوجه بتاع الناس اللي كان فيه فكرة إن إحنا بلد مش منتجة إن إنت يبقى عندك صناعة حتى لو صناعات صغيرة أنت عندك اقتصادات على مستوى العالم كله كبرت ونامت وبقت من أعظم أهم الاقتصاديات أو الاقتصادات في العالم كله بسبب الصناعات الصغيرة والمتوسطة فأنت النهاردة دور على صناعات كتيرة جدا ومنتجات كتيرة جدا هتلاقي بتعمل في مصر تعال بقى طبق ده أو شوف انعكاس ده على مهرجان العالمين الجديدة هتلاقي فكرة عنوان بناء الإنسان المصري النهاردة وانت بتبص على العالمين هتلاقي العنوان ده متحقق في كذا حاجة متحقق في إن هي مدينة بتستوعب كل طبقات الشعب المصري كل طبقات المجتمع المصري باختلاف خلفياتهم الثقافية والمادية والاجتماعية والتعليمية موجودة هنا هتلاقي إنه جزئية المنتجات المصرية هنا في منطقة الشطق وانت شفت الكلام ده وانت بسم الله ما شاء الله يعني ما بتسيبش حتة في العالمين غير لما بتروحها وبتصور فيها وبتشوفها كم المنتجات المصرية اللي موجودة حاجة في منتهى الحلاوة والجمال واللي يبسطك بجد إن هي فعلا منتجات حلوة يعني مش بنتكلم إن إحنا بنقول كده عشان هي منتجات مصرية فإحنا متحمسين ليها أو إن إحنا بنضخم أو بنبالغ في الجودة بتاعتها أو في كفائتها لا إنت أي حد يبص على المنتجات دي معمولة بكواليتي حلو جدا بخامات حلوة جدا تخليك تجيبها ويعني تستعيد بيها عن أي منتج مستورد إنت كنت بتستخدمه قبل كده يكفي إن أنا أقول لك إن إحنا عندنا مركة من المركات مش عايزين نقول إسم عش بقاش إعلان بس نفسي نحس تشوف المنتج ده تحديدا لأنه هو معمول بكواليتي هيلة جدا بس أقول لك إن السنة اللي فاتت هم مصدرين للصين بتقريبا بحوالي مليون دولار فإن إنت تبقى بتصدر بره المنتج ده تحديدا في الصناعة دي تحديدا اللي هي أصلا محصورة أو المركات الكبيرة فيها هي محصورة في دولة واحدة على مستوى العالم فدي نقطة مهمة جدا كمان خلي بالك أنت بتغير في في السيكولوجي بتاعت قطاع كبير من شعبنا إحنا بطبعتنا شعب مش مجازف في حتة البيزنس أو البيزنس الخاص القطاع الخاص يعني مسأ تلاقي حد معاه إرشين يقول لك طب أنا حطهم يعامل في البنك وياخد مش هزين نتكلم على يعني يحطوه في البنك وياخد منهم فوائد وخلصه تمام لكن تعالي أقول له أعمل مشروع يقول لك لا أنا خايف أصلا أنا مفهمش الجلي الجديد مش كده الجلي الجديد عنده الرغبة والحماسة والحمية والشغف أنه يجرب ويعمل بيزنس وتشوف شباب زي الورد وزي الفل عشرين سنة واثنين وعشرين سنة وعملين بيزنس أصغير سعمال بيكبر وعمال يعلى ويجودوا فيه ويحسنوا الكواليتي فيه ويستحوزوا على جزء وشير من الماركت في القطاعات أو في الصناعات اللي هم شغالين فيها أصلا الروح دي وطريقة التفكير دي الماينسات دي دي نقطة مهمة جدا 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 أن أنت يبقى عندك الشباب تبتدي تشتغل في حتة القطاع الخاص ويبقى عندك صناعات وسمع لي أضفلك كمان يا إبراهيم يعني هي دي فكرة بالزبط كنت متكلم مبارح فيها مع وزيرة التضامن كنت موجودة مبارح هنا والشركة المتحدة كان من أهم الفعاليات اللي بيحاولوا يأكدوا عليها في مهرجان العالمين الجديدة في نسخته التانية هي فكرة الحاجات الترافية المصرية زي منتك ديارنا على سبيل المثال وإن إحنا إزاي نحافظ على جزء من إبراهيم كان بتكلم فيه فكرة الحفاظ على كمان أنه يبقى فيه الشباب المنتج أنه هو اللي يفكر هو اللي يعمل المشروع بتاعه ده اللي كمان وزارتها تضامن بتحاول تعمله مع الشركة المتحدة في مهرجان العالمين خلال الفترة الجاية ناية تدي فرصة أكتر وإزاي نقدر نروج بقى للفكر المصري اللي بريمكا بتكلم عليه من خلال المهرجان إزاي نقدر نستخدم المهرجان ونستخدم رواج المهرجان في ترويج فكرة إنه الصناعة المصرية وترويج فكرة إنه الشباب يقدروا يعملوا فعلا ده حاصل قرية يا كريم على الأرض الواقع عشان كده نبدعوا كل الناس اللي ما جاتش العالمين تيجي حتى لو هتيجي اليوم وتقدر تعمل ده تيجي بدري الصبح هتقضي يوم في الشاطئ حتى لو أنت مش حاجز هنا في حتة مش هتعرف تنزل في حاجة معاك بودجت محدودة تعالى الشاطئ المجاني اللي على أعلى مستوى هتقضي يوم زي الفل وتلاقي مكان تغير فيه لبسك وتاخد الشاور بتاعك وتطلع تتمشى في الممشة وتاكل حاجة تشرب حاجة هتلاقي أغلب البراندز اللي موجودة هنا أغلبها كلها براندز مصرية حتى على مستوى الـ F&B المشروبات والأكل هتلاقي براندز عالمية موجودة وبراندز قصرية موجودة تلاحيات تقدر تشتريها من هنا ملابس وغيرها من الاحتياجات اللي ممكن تحتاجها هنا فلنت العالمين الجديدة أو تحتاجها في أجازتك تلاقي مصرية فكرة أصلا التكامل ما بين القطاع الخاص والقطاع العام يعني فكرة أن الوزرات تبقى موجودة زي ما أنت تفضلت وقلت الدكتورة ميا مورسي كانت موجودة مبارح فهي موجودة بتشوف الشغل اللي موجود والقطاع الخاص والشباب مقدمين إيه النهاردة لما أكون أنا مسؤول موجودة على الأرض الواقع وأشوف واحد من القطاع الخاص عنده مشكلة معينة لما بيقابلني فيس تو فيس ويشرح لي مشكلته وأنا أسمح منه كمسؤول وأعمل تدخل سريع أصلح له مشكلته دي الرجل ده بيحس طول الوقت بالامتنان للدولة وللبلد يحس إن هم في ظهره عشان ينجحوه بيحس إن هم في ظهره عشان يخلوا البزنس بتاعه ده يكبر وينمو ويبقى أحسن أوتوماتيك ده يعود على البلب بالنفع لأن الرجل ده يشغل ناس أكتر والصناعة بتاعته أو التجارة بتاعته هتنجح فبالتالي هنفيد الاقتصاب بتاعنا دي واحدة من أهم الفوائد اللي أنا بشوفها بفكرة وجود المسؤول على الأرض إن هو يشوف الكلام بعينيه بيبقاش بس قاعد على مكتبه وتقارير بتترفعله أو حاجات بيشوفها عن طريق التلفزيون ولا عن طريق السوشال ميديا يبقى بيشوف الكلام على أرض الواقع لأن أكيد هو هيشوف بعينيه حاجات والتواصل مع الناس بيبقى ليه أثر مختلف فده إحنا شايفينه هنا عشكاولك أنت بتشوف هنا كم مشاهد تحعسك أن لا فيه تغيير جذري في بلدنا ومن أول بقى أنت زي ما كنت بديتكلمك أن أنت بتتكلم على مكان كان صحرة ملغمة بقى مدينة بحية زي ما إحنا شايفينها بتشوف فيها مظاهر كتير التفاصيل إحنا كنا بنحلم بيها بننادي بيها بنطمح إليها بنتمنى في يوم من الأيام إن إحنا يبقى عندنا منتجات مصرية على نفس هذه الدرجة من الكفاءة والجودة كنا بنتمنى من إمتى كنت بتشوف المسؤولين موجودين بهذه الكسافة ونزلين وبيتكلموا مع الناس وبيرحبوا بيهم وبيسمعوا منهم وبيتصوروا القرب ده بيفرق جدا 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 في علاقة الشعب أو علاقة المواطن مع متاخذ القرار فدي واحدة من أهم الإيجابيات بصراحة وعايزين برضو ما ننساش نشكر الشركة المتحدة لخدمات الإعلامية لأن بصراحة كم الفعاليات اللي هم عاملنا هم عارفين موفر لك البلاتفور المنصة اللي من خلالها أي حد بيخش سواء قطاع خاص أو قطاع حكومي بيقدر يعمل شغله مظبوط النهاردة لو نهاردة مش موفر المنطقة الشاطئية دي حيجي القطاع الخاص فين القطاع الخاص يعني الملعب اللي بتلاعب عليه متشاط الكورة ده التنظيم من شركة مصرية الصناعة بتاعة النجيلة على فكرة عنا عندنا شركة برضو مش عايز أقول اسمها عشان ما يبقاش إعلان الشركة اللي عاملة نجيلة بتاعة الملعب ده واحدة من أكتر الشركات اللي بقت ليدنج في أفريقيا دلوقتي في صناعة النجيلة الصناعية بأحدث الطرق المتطورة وبأحدث الطرق الجودة أو تقنيات إنتاج النجيلة الصناعة على مستوى العالم على فكرة مش بس مستوى أفريقيا وبقت بتصدر ده وبقت بتعمل ملعب في أفريقيا وفي بعض الدول العربية فانت النهاردة لو انت لو المكان ده أصلا مش موجود لو المكان ده مش مجهز ما أنا النهاردة كالشركة المتحدة بعمل لك والناس المسؤولين طبعا عن جهاز مدينة العاملين الجديدة بوفر لك البلاتفورم أو المنصة اللي انت من خلالها يقدر منتجك يتبروز سوى بقى منتج رياضي منتج خدمي منتج صناعي منتج تجاري لو ما أنا بوفر لك الآليات والبلاتفورم اللي من خلاله منتجك ده بيتبروز وبيبان وبيظهر أوتوماتيك لي انت العائد عليك بيكون كبير وبالتالي العائد على البلد بيبقى كبير عائد على المنينة العالمين ومنه العائد على البلد بعد كده بيبقى كبير النهاردة اي حد بيجي من بره اي حد اول مرة يجي زيحلاتي كده العالمين بيشوف كل حاجة ميسارة بتلاقي كل حاجة محطوطة في مكانها ودي من الحاجات اللي دايما كنا بنحلم بيها ان انت كل حاجة تبقى في مكانها المزبوط لأنها فعلاً حاجة أي حد بيحب البلد هفخر بيها اسمح لي أخد من كلامك فعلاً ونخرج لنقطة مهمة جداً فكرة إنه الجهات التنفيذية تنزل فعلاً على أرض الواقع دي كانت توجهات الحكومة الجديدة وتوجهات سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ودكتور مصافة بنبولي رئيس مجلس الوزراء بأن الحكومة الجديدة لازم تنزل بالفعل وتشوفوا ده اللي شفناها يعني بالفعل زي مبراهب كان بتكلم دلوقتي إنه الوزراء بيجوا موجودين سيد الرئيس عبدالفتاح سيسيب نفسه كان موجود من فترة الوزراء بينزلوا يتفقدوا بيشوفوا المشاريع بيشوفوا وصلنا لحد فين وده الحقيقة اللي بيقلل الفجوة زي مبراهب كان بتكلم دلوقتي مبين المواطن والإرادة السياسية أو مبين الجهة التنفيذية من الحكومات عشان نقدر نوصل لحاجة حقيقة نستمت بها على الأرض الواقع وزي ما كنت بتكلم إبراهب دلوقتي على فكرة الملاعب يعني إحنا حتى دي جزء من الصناعة المصرية فده هيروج أكتر فكرة بقى الرياضة تحديدا ودي ملعبك يعني عندنا الملاعب لأول مرة موجودة على شط ملعب كرة القدم ملعب كرة السلة البادل غيرها شايف ده زي ممكن يأثر بشكل عام في التوجه الرياضي في مصر يأثر زي على اللعيبة زي ممكن يبقى حاجة مستدامة فعلا هقولك واحد من أكتر الحاجات والأسباب إحنا دلاتي حتى في الكورة في الاستوديوهات وفي البرامج رديد نتكلم بنقول لحنا المواهب عندنا قلت شوية لما تيجي تشوف الموضوع ده من جزوره هتلاقيه سببه والأساسي إيه إن ما بقاش عندك مساحات كتيرة الناس بتلع فيه أنا و أنا عائل صغير كنت بتلع فيه متلع فيه متلع في الشارع صحيح إنت النهارده أقول لي مين يقدر يخلي ولده ينزل عهو في الشارع ده الناس اللي ساكن في جيت الكمبوند بيسعب بيقلق ويخي يقول لك لأ يا عم صلبني لو نزل إحنا برضو بقينا محسوكين شوية مع عيالنا مش زي قبل كده إحنا بقينا معين هو مفود ينزل ويتعامل ويشوف ويخبط في الدنيا عشان شخصته تتشكل وتتكون فإنت النهارده لما تكون موجود في مدينة خلاص إحنا بنتكلمش على العالمين إن هي منتجع ولا مقصد سياحي فقط لغير هنتكلم على مدينة لما أنت تكون ماشي في المدينة دي يعني واحد من أهم أسباب تميز مثلاً الوقت المتحدة الأمريكية في كرة السلة إن أنت في كل نيبرهود هناك وزي ما بيسموه هتلاقي بورد بتاعت سلة وبيلعبه فهم إزاي؟ فأنت عندك قاعدة مهولة من الناس اللي بتمرس كرة السلة فلو أنت قاعدة بتاعتك مثلاً سي مثلاً خمسين مليون أكيد يا عم هتطلع منهم خمسين ألف سوبر سوبر يعني طب الطب فهم إزاي؟ نفس القصة أنا النهاردة لما لقي في مدينة ملاعب ده على فكرة ملاعب اللي كريم تفضل وقال عليها دي كلها بالمجان يعني أنت جاي بشنطتك دخلت روح تفتح الشنطة مغير اللبس داخل لعب شكراً ما حد شركت بتعمل إيه؟ حلو؟ لما أنا كتر ملاعب دي في كل حتة في مصر خلالك برضو أنت عندك تخطيط لمدن سابقة ما كانش مجهز لها الكلام ده فلما أنت تاخد بالك في المدن الجديدة زي ما أنت العالمين أنت عامل في كل حتة ملاعب مفتوحة أنا النهاردة راجل ربه وحين أنت بتراعي بعدين بعد اجتماعي وبعد رياضي بعد اجتماعي أن أنا مثلاً ربه أسرة ما عنديش مقدرة ودي ابن نادي ما عنديش فلوس أن أنا خليه يدفع اشتراك كل شهر أو اشتراك كل سنة برقم يرهق ميزانيتي الشخصية أو ميزانيتي العائلية فأنا عندي متنفس لابني أو بنتي ده أنه ينزل يلعب ولو تفوق هيبقى عنده فرصة ساعتها أنه يروح نادي فالنادي ده هو اللي هتحمل كل أعباء وتكاليف اللي اعتنق بموهبته فكده أنا حققت بوعد اجتماعي مهم جداً أن الشاب ده بنت أو ولد بقى عندهم متنفس عنده متنفس يطلعوا ويطلع طاقته دي في حاجة مفيدة زي الرياضة بدل ما هو بيطلعها مثلاً في حاجة تانية بقى عندي شكل من أشكال التقدير والاحترام للمواطن اللي هو أوتوماتيك اللي هيعود من المواطن على البلد وعلى الحكومة اللي موجودة عن طريق إيه؟ عن طريق أن حاسس أن الناس دي شايفاني وشايف الأعباء اللي ممكن تكون موجودة عليها فبتحاول تساعدني أن هي بتعمل حاجة ليه ولعيالي مايرهقنيش بقى بسؤال ابني ولا بنتي أنا عايز روح النادي دينا فلوس نروح نشترك طب مش عارف إيه إحنا معناش فلوس نروح نشترك في نادي فأنا وجد المتنفس يقدر يعمل فيه وده المتنفس اللي كان موجود بقول لك زمان قبل كده كنا في الشارع بتنزل تلعب كرة وكان عندك الحواري والشارع مليان لعيبة كرة تمام؟ ده البعد الاجتماعي البعد الرياضي إنه أوتوماتيك لكل ما زودت يعني إحنا عايز أقول لك إحنا قاعدة ممارسي كرة القدم المسجلة في الاتحاد المصري لكرة القدم أنا بكلم على الكرة بحكم إن هي اللعبة الشعبية الأولى يعني رقم يدحك مش عايز أقوله عشان أنا مكسوف إن أنا أقوله يعني مقاراً بالتعداد السكاني لجمهورية مصر العربية حاجة دحك ما ينفعش إن إحنا دولة تعدادها بالملايين يبقى الممارسي كرة القدم عندنا بالألفات مفيش حاجة كده مش حاجة كده يعني مفيش فأنت كل ما كتطرت البلاتفورم أرجع أقولك بقى كل ما كتطرت البلاتفورم أو المنصات اللي من خلالها الشباب يلعبوا رياضة أوتوماتيك لي بتزود القاعدة بتاعت الممارسة وكل ما زودت قاعدة الممارسة أوتوماتيك لي ده بيصب في قاعدة المحترفين إن نسبة المميزين منهم نسبة المحترفين منهم بتزيد وبالتالي ده بيعود على قطاع الرياضة فده لما أنت تبقى تستهدف مثلا في الأولمبيكس أولمبياد الشغلاء دلوقتي مثلا سي مثلا أقصى طموحك تحقق عشرة خمسين ميدالية ده لو حققتهم تبقى لا أنت رايح أنا بتكلم على ميت ميدالية أنا راح بتكلم على خمسين ميدالية على ستين ميدالية آه نحلم ونشتغل ده لأن إحنا قادرين قادرين على مستوى الجودة بتاعت الفرض المصري لما بيحط حاجة في دماغه وبنكسر الدنيا على مدار التاريخ لما بنحط حاجة في دماغنا بنحققها وربنا بينصرنا فيها وبيكرمنا فيها وبيوفقنا فيها الحاجة الثانية أنت عندك شعب أكتر من نصه شباب عندك توجه من القادة السياسية بدعم الشباب ببنى إنسان بشكل مختلف بتزليل عقبات قدام كل الوزارات عشان توجد شكل مختلف للمجتمع المصري فلو ما استغلتش ده هتب هتستغله إمتى؟ فعلا إبراهيم يعني يمكن دي من الحياة المهمة جدا وعجبني قوي أن أنت بركز على فكرة بناء الإنسان وده اللي هم نسعى فعلا دي الدولة بتسعى الفترة الفاتت إزاي نقدر نبني إنسان نبنيه اجتماعيا نبنيه تعليميا نبنيه رياضيا واختوجه الدولة اللي بناء الإنسان مش بس الإنسان مش محددنا في قات معينة من أهم الحاجات اللي حضرناها كمان الحقيقة في مهرجان العالمين هي الاهتمام بذوي الهمم ذوي الهمم كان ليهم دور مهم جدا موجودين معنا في مهرجان العالمين الجديدة في نسخته التانية وتكلمنا معهم وشفنا كمان قراءهم وشفنا ما بلعبوا بسكت وبلعبوا كرة سلة على هاف كورت ملعب كرة السلة اللي موجود برضو على الشاطئ شايف اهتمام ذوي الهمم بذوي الهمم في مهرجان العالمين الجديدة ازاي وايه كمان اللي ممكن نعمله عشانه. بص دي واحدة ان الحاجات اللي مهمة جدا جدا وفرقة معايا جدا جدا. لان انا بحب اتكلم بالجوه قلبي والكلام الواقعي مش الكلام البلاستك يعني. دي حاجة من الحاجات اللي كان بدايه اي حد فينا لما يخش اي مكان في مصر ويحس ان هو مش مجهز. يحس يعني انه اي حد من ذوي الهمم من اخواتنا واهلنا تحس ان هو بالبلدي كده بيتعسطف عشان يتلقى خدمة او ويشتري منتج او او لان البلاتفورم مش مجهز. زي ارجع اقول لك يعني جزئية البلاتفورم انت لما بيكون مجهز بنية تحتية مجهزة على احسن واعلى مستوى اي حاجة بعد كده تبقى سهلة. بمجرد انت بتسكن بس كل حاجة في مكانها. احنا الشاطئ اللي احنا موجودين في ده شاطئ ذوي الهمم. يعني في وراك كاميرا جماعة وراك كاميرا عطول هتلاقوا فيه ممر خشبي كده موجود ممر للاي حد من اخواتنا ذوي الهمم على ويلتشير كرسي متحرك يقدر ان هو يسر لي ان هو يبقى مش يعوب بقى يوقف برا. وبعدين يشوف طب مين حد لو حد بي مسلا بيساعده يشوف طب مين اللي ممكن يساعد معه تاني طب يشيله الكرسي. فانت كده بتخلي تجربته مش هقولك مؤزية بس هقولك على اقل يعني متعبة او سلبية. انت هنا بتيسر له كل حاجة فهو بيجي يوم يبقى مبسوط. انا شفت في القتال اللي انا موجود في واحدة من السقيحات الاجنبيات يعني. كان عندها اصابة. شفت تحرك الناس ازاي السريع. عجب قولها ويلتشير كرسي متحرك والدنيا سهلة وسالسة وفي مطلع ومنازل ومكان تقعد فيه. الدنيا سهلة. الدنيا بص اكتر حاجة مهمة جدا جدا واحد من اهم العنوين المهمة في العالمين الجديدة. انه مكان بيستوعب الجميع. مدينة تستوعب الجميع بالمعنى الحرفي للكلمة. الجميع من اول اختلافاتنا في كل شيء. من اول اختلاف طبقاتنا المادية الثقافية التعليمية. في كل حاجة هتلاقي المكان ده بيستوعبك. بيحترمك. بيقدرك. والله العظيم والله العظيم وربنا يعني حاسبني على انا بقوله انا ما كنتش متخيل ان الموضوع بالجمال ده زي ما جيت شفته. يعني انا لما جيت هنا شفت حاجات بقيت فرحان جدا بيها. اه على فكرة عندنا حاجات محتاجة تانية تتعمل وحاجات تبقى افضل وحاجات تتحسن. ما فيش حاجة في الدنيا ولا اي حد فينا في الدنيا كامل. كمال لله واحده. ومش معنى اللي بنقوله ان كل حاجة آآ خلاص عشرة على عشرة ومفيش حاجة تحسن. لا طبعا. بس انت لقي حاجة على الطريق الصح. لقي حاجة منورة. لقي حاجة حلوة. لقي حاجة بتزيد. احنا كل يوم عن التاني. انا قاعد هنا بقى دي تقريبا دخل على عشرة يامة هو. كل يوم عن التاني انت بتشوف حاجة بتبني جديدة. بتشوف حاجة بتحسن. بتشوف ناس بيجي الجبر خطرها ومبسوطة وفرحانة. بيوم بت بتقضيه هنا. بتشوف رب اسر جايب عياله. وكان عمر وميجي في باله ان هو يقضي يوم في في الساحل. ويبقى شايف وكان شايف دايما ان ده مورق لميزانيته. ونحن مش نقدر نستحمل ده ولاد. وده هيبقى بودجت كبير علينا. هو جاي وبيبسط مع عياله وبيتمشى وبيشوف البحر. وخلي بالك الموضوع ده يبدو في وجهة نظر بعض الناس حاجة بسيطة. بس هي حاجة كبيرة جدا. وده فعلا وده فعلا ابراهيم خير ختام له كلامنا النهاردة. انه فعلا المدينة العالمين آآ الجديدة هي خير من يعني حتى الان يجمع كل الفئات. هي مش مقتصرة على فئة معانة. كل الناس تقدر تيجي. الاسر تقدر تيجي باطفالهم بالشباب. الناس من برا تقدر تيجي محليا وعالميا كله بيشارك في مهرجان العالمين الجديدة في نسخته تاني بشكرك شكرا جزيلا. ابراهيم عبدالجواد على. صراحة انت ماشاء الله واحد من الناس المميزة جدا. المحترمة جدا. الدقوبة جدا. مفيش مكان تقريبا في العالمين ما بتبقاش موجود فيه. فانا اللي بشكرك والله على مجهودك الكبير والمميز اللي انت عامله من بداية الفعاليات وان شاء الله لغاية تختمها بازن الله. شكرا لك جدا يا ابراهيم. وشكرا على وجودك معانا في صباح الخير يا مصر على القناة الاولى. وزي ما شوفنا كده يعني آآ فكرة العالمين الجديدة هي بزرة. نقدر نبني عليها حاجات كتيرة جدا. سواء بناء الانسان بكل يعني الجهات المختلفة. رياضيا اجتماعيا صحيا وزي ما ابراهيم كان بيتكلم دلوقتي هو الهدف ان احنا نطور لقدام. الهدف انه كل يوم حاجة جديدة بتحصل. ونشوفها بيعنينا فعلا ما يبقاش بس مجرد شعرات. دي كانت الصورة. ولكن ده لا يقتصر مهرجان العالمين الجديدة لا يقتصر على ده بس. لكن الفعاليات الثقافية والترفيهية على المسرح الروماني والمسرح المختلف والمنطقة الترفيهية لست مستمرة. وهنتبه مع بعض اكيد. لحد اخر المهرجان برجع لكم مرة تانية. صحيح يا كريم استراتيجية بناء الانسان المصري والشكل السليم لهذا البناء سواء من النواحي الصحية او التعليمية هي الاساس. وطبعا الترفيهية والثقافية. انا بشكرك كريم بيبرز ابراهيم عبدالجواد على الصورة اللي نقلتهنا نهاردة من مهرجان العالمين. ودايما هنكون معاكوا لآخر التطورات هناك أول بأول.